موسيقى ما رأيك بخصوص البركان لتفجر الجزر لبالما وخلت خسائر مادية بالمتاحة؟ مالغز مو أخراً سنعنا تفاز بأنه واحد البركان في جزيرة بالما الإسبانية خلت خسائر الزاف غير موسيقى أخراً ما لدت المشيد أخراً لهم لأنهم تتعلمون ويتعدون الخطر لأنها بأسراد قبل جنوب المغرب قريباً معكم هناك تخوف من أنه يصل السواحي للجنوب المغرب ونظر أنه في تلفازة دينات ونحن كثيرا ونرى ما خطر على سواحي دينات وهذا يتقريباً شيء ولم يكن سمعناه في فيسبوك لا أعرف ما بالصحة ولا بأنه سيكون تخان سيعم أرجاء المملكة في تلك المنطقة الثلاثة لا يمكنكم أن يكون مخلافت من المناطقة السحرية السناد من فضلك ما هو الرأي لك في انفجار بوركالا بالما الذي أخذ خسائر مادية والي لا يمكن أن يكون أرواح وإذا كان هذا النباء صحيح سيكون مخلافات بطبيعة الحال يسيئة على الطبيعة ولا على البنية التحسياء ولا على البنايات ولا أحتاف الأرواح إذا كان ما كانش خسائر في الأرواح هذا من فضل ربي ولكن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وكل شيء لله إذا جاءت شيء مرحبا اللي كيضر هو اللي كيجي من العذب لما ما كيكونش إنصاف ما كيكونش ديمقراطية ما كيكونش احترام الكرامة ديال الإنسان كرامة ديال الشعب كرامة المواطن هذا هو اللي كيضر أما رجاء سمعنا الله سبحانه وتعالى مرحبا كيستاش إيشكال هنا واحد ضباب ديال بوركان غادي يدوز على السواحل المغربي إذا كان غايدوز ما يقدر يحبسو إلا الله سبحانه وتعالى رأى كل شيء بأمر الله إذا أراد شيئاً أن يكون قول لو كون فيكون واحد ما يقدر يحبسو والأمريكان ولا روسيا ولا الدول العظمى ولا الالغراند ما كيش يقدر يحبس كسرية شو الرأي ديال في بوركان ينفجر بجزيرة لابالمان إسبانية والحمد لله ما خلفش ما خلفش خسائر الأرواح وهي أدوال النعمة هذه الانفجار هو أنه الحمد لله ما خلفش خسائر بشرية وحتى الخسائر المادية ما كانش كينا ولكن كينا ولكن ربما ستكون واحد بحل شكل تلوث يشبه التلوث لأنه الدخان والانبيعات الدخان والمخلفة تقدر توصل إلى المدن الشمالية المغيبية والدخان والبخار والمخلفة وتوصل وتوصل الروائح والانفجار ولكن الحمد لله أنه مكانش خسائر بشرية ودوال أهم في هذا لا أهم في هذه المصائب ودد الأقدار دي الله هذا شيء دي الأقدار ودي الله وكواريت كتكون طبيعية عادية بحل بحل السلازيل ولكن المخلفات الحمد لله مكانش ودوال أهم في هذه المصائب اللي كتجي لم تتعرفهاش لأنها كتكون هي أقدار إلهية ولكن الحمد لله كان دائما كنقوله وش كنش خسائر بشرية الحمد لله مكانش مرغم أنه وقفت لك غاد يكون ذلك البيعاتات للتلووت أو البعض البخار أو البعض البخار اللي كتقدرت وصلت للموضو المغربي أستاذي شنون رأي ديالك البرخار اللي انفاجر في جزيرة لفارما الإسبانية وخلف خسائر مادية شحمد لله مكانش أرواح أول شيء يمكن القول بإله أنه هدي رغم أن نمسلمون إلى آخره فالحمد لله لنمكانش خسائر في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات بإسرائيه وبأكمله كيتناول هذا الموضوع وهذا الموضوع له مجموعة من الأسباب ولعل أهمها الاحتباس الحراري أمو يسمى بتقل الأوزون كنظن لأن العالم اليوم أصبحت له دراية كاملة ومعرفة مسبقة وجدية ويتخذ الأمر بواحد شكل اللي هو أكثر من جدي يقوم بحملة تحسيسية وكنضن على أن القمة المناخ اللي دين عقيداتي في المراكش كوباندو وكذلك القمة التي تلتها على المستوى ألمانيا وكذلك المستوى اليابان تنظن عنها أن اليوم الثلاثة أكتوبر المقبل الذي سوفي يشهدوها الرباط دي اليوم عالمي بدون سيارة ما هو إلا واحد تجزيل واحد إرادة قوية إجماعية عالمية تقر بأن هناك مشكل هناك خطب ما يجب أن يعالج بطريقة مسؤولة ويجب أن انخريط الجميع وأظن بأن العنصر البشري يجب أن يكون في موقف مسطول وأنه يكون على ما يسمى بفكر توعوي حمالة حسيسية على اليمين وعلى الإصار من أجل حد من هذه الظاهرة وإلا سوف نكون أمام عالم كاريتي إذا صح أقل رأيي بركان لابال ما اللي ينفجر وما خلف خسائر ما دي والحمد ولله ممكن إيش أرواح نحن الرحيم هاد الكوارث الطبيعية يشيء يعني يجبو أخدوه بعين الاعتبار كين جوج دي الإنسان يطلب من الله السلامة ويحقب الأرواح ويحقب بلادنا فعلا نسمعنا بأنه كين لبما لما يصل الحمام دي البركان البحر ربما يكون هناك نوع من أمواج عاتية نتيجة التربة اللي قاد يكون في البحر نتمنى على الله أنه ما يقع هذا شيء أما الدخان اللي فيه الكبريت فهذا أمر نطلب من الله الشتاء حتى يطفئ هذا الحمام ولكن هذا شيء يعني يحلي بشيء اقتصادي ومعتم بالشؤون العامة المغرب في ميزانيته هناك بندل الكوارث الطبيعية هذا بندل الكوارث الطبيعية يجب أن يقع فيه تراكم واحتود موقع الشيكاريتا كل سنة في ميزانية العامة الشولة ما هو مخصص للكوارث الطبيعية يجب أن نحتفظ به لا قدر الله إذا أصيب هذا البلد الأمين بشيء من هذه الكوارث أو ما شباه من هذه الكوارث الطبيعية يجب أن نكون مستعدين ومحتاطين وهذا هو المساج الذي يمكن نقوله في المناسبة لتعيين الحكومة الجديدة ماذا رأيك في فجار البوركان لطالما الإسبانية والذي يجعل خسائر مادية والحمد لله لا يمكن أرواح الحكومة ومعنى هذا البوركان حي لا فاق ولا تعطي واحد دخان وهذا يطلق لصلا لبعض الدول الأوروبية ومعنا في فرنسا يجب أن تتشكى بهذا التمثيل في الجبال القديم وهو في جزر الكاناري ويجب أن نظن بأن هذا الناس يجب أن يكون في الناس ويجب أن أعطى من حتاب المناخ هذه المشكلة هي الأساس الإكولوجية والأساس لأنه خطار هذه الخطار هي المشكلة لأساس المشكلة هذه المشكلة تزاد أكثر مع المناخ وهو خاتل عامل بالقربون وهو من دباء تخصو يجعل قول الحلق قبل أن يصل إلى واحد الدرجة لهواء لا تقمدوا عقباه لأنه دباء الناس الذين المشكلة يبقوا بيئة تخصو يجعلون بثمان كبير ومن المشكلة يتجعلون يجعلون أن يشتركوا ويجعلون أن يشتركوا ويجعلون هذا المشكلة لأنه محطة لأساس المشكلة ويجعلون أن يذهب إلى الفرنسة ويجعلون أن يسمعوا هذا المشكلة مهم كان هذا مجددا ويجعلون حيات المشكلة لأنه يجعلون أن يشتركوا في المناخ ويجعلون أن يشتركوا في الناس لأنه يجعلون أكادير ويجعلون أن يشتركوا في المواجد صار عدرات عليه هذا يمكن أن نذهب عليه لأنه قرب لنا لأن هذا المحل هو محل قريب لنا جزر القناري قريبا لقدير لأن مارينة قدير تبشي مارينة قدير لا تبقى مارينة من ناحية السياحية لا تبقى مارينة لأننا نحن في المغرب لا تبقى مارينة قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي